موسيقى إن الإنتاج الحيواني بجميع أنواعه له دور فعال في المجتمع إذ أنه يساهم في تنمية الاقتصاد الوطني بالبلاد وفي هذا الشأن افتتح وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني الدكتور محمد النظيف يوسف الدور الأولى لمعرض إنتاج الدواجن الذي نظمته شركة إكسي بوتيوم السودانية للخدمات المحدودة وذلك تحت إشراف وزارة الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني بعيد افتتاحه للمعرض قال إن هذه البادرة تفتح الفرص أمام المستثمرين للرقي بهذا القطاع هذا المعرض يشكل منصة للتبادل الإقليمي التجاري بين دول الجوار مما يحقق الفائدة للجميع المستثمرون وأصحاب الشركات العاملة في الإنتاج الحيواني من جانبهم قدموا شكرهم للوزارة المعانية بهذا الشأن مؤكدين بأنهم سيعملون من أجل أن تكتفي البلاد ذاتيا وتكون من الدول المنتجة والمصدرة للدواج هذا وقد وقف الوزير خلال مناسبة افتتاح المعرض على الأجنح المشاركة فيه من الشركات المحلية والأجنبية واستمع إلى عدة شروحات مفصلة من قبل الشركات المشاركة وللمعلومية فإن عدد المؤسسات والشركات المشاركة في المعرض تفوق الأربعين شركة تشمل ستة دول وهي السودان وتركيا ومصر وهولندا وسويسرا وجات الدولة المضيفة ويستمر المعرض ثلاثة أيام على التوالي ترجمة نانسي قنقر